سجلت شركة ألمنيوم البحرين ألبا رقما قياسيا جديدا في عملياتها الانتاجية خلال عام 2021 بانتاج بلغ ما يزيد على مليون وخمسمائة وواحد وستين ألف طن متري إلى جانب تسجيل أكثر من عشرين مليون ساعة عمل دون حدوث أي إصابات بين صفوف كوادرها البشرية هذا الانجاز حل بالتزامن مع احتفال الشركة بليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية التي تديرها طواقم بحرينية بنسبة تزيد على تسعين في البيئة من بعد صب أول سبيكة ألمنيوم في حركة الانتاج التي ضخ الدم في عروقها داخل بدن شركة ألبا في منتصف العام ألف وتسعمائة واحد وسبعين أظهرت الشركة جديتها الواضحة وعبر خطة عمل مدروسة تدعمها سياسات واستراتيجيات نافذة بحتمية الأخذ بأدوات تضاعف الانتاج الذي بدأ بطاقة تصميمية تقدر بمئة وعشرين ألف طن سنويا وعلى مدى السنوات التي تلت ذلك العام والانتاجية بتزايد مستمر وصلت وفي رحاب عقد من الزمان قد مضى إلى خمسمائة وعشرة آلاف طن متري سنويا الأمر الذي وضع مصنع ألمنيوم البحرين على خارطة أكبر المصاهر الموجودة في العالم ومن أكبر الشركات الصناعية في الشرق الأوسط ومن بين أفضل عشر دول تنتج الألمنيوم بجودة عالية شركة ألبا التي تلعب دورا حيويا في تعزيز قدرة القطاع الاقتصادي في البحرين وما لها من إسهامات مباشرة في مجموع الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني والازدهار الاجتماعي تثبت من جديد فعالية تلك القوى التي يتمتع بها هيكلها التنظيمي إلى جانب كفاءة الطواقم العاملة فيها ناهيك عن إمكاناتها التقنية والفنية كلها أسباب ساعدت في أن تسجل شركة ألمنيوم البحرين ألبا رقما قياسيا جديدا في عملياتها الإنتاجية خلال العام 2021 بإنتاج بلغ ما ينوف على مليون وخمسمائة وواحد وستين ألف طن متري ليتزامن تحقيق هذا الإنجاز مع احتفال الشركة بليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية التي تديرها طواقم بحرينية بنسبة تزيد على 90% وإلى جانب ما سبق يوجد نجاح آخر يضاف إلى نجاحات الشركة المتتالية حل على صعيد السلامة حيث اختتمت ألبا العام الفائت بتسجيل أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون حدوث أي إصابات بين صفوف كوادرها البشرية وذلك لأول مرة في تاريخ العمليات التجارية للشركة على مدى 50 عاما وعلى سبيل الإشارة فإن 50% من إجمالية إنتاج شركة ألمنيوم البحرين يتم استهلاكه محليا من قبل قطاع الصناعات التحولية في حين يتم تصدير المتبقي من الإنتاج إلى 25 دولة منها الشرق الأقصى الذي يستهلك 20% بينما تستهلك دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط ما مجموعه 18% من الإنتاج و7% هي النسبة التي تستهلكها منطقة جنوب شرق آسيا من مادة الألمنيوم التي تنتجها ألبا ترجمة نانسي قنقر